السؤال الأول أكمل العبارات التالية بكلمة مناسبة رقم ألف تم حفر قناة السويس في العصر نقط أحسنت في العصر الحديث رقم ب يعد هرم نقط أول بناء حجري في التاريخ أحسنت يعد هرم سقارة المدرج أول بناء حجري في التاريخ رقم جيم سمي عصر الدولة نقط بعصر المجد الحربي أحسنت فعلا سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي رقم دال تم اكتشاف مقبرة الملك توت عن خأمون عام نقط ميلادية أحسنت فعلا تم اكتشاف مقبرة الملك توت عن خأمون عام 1922 ميلادية السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم ألف قام الملك نقط ببناء سد اللهون بالفيوم سنسرت الثالث أم منتحت بالثاني أم أمنمحات الثالث أم زوسر أحسنت فعلا قام الملك أمنمحات الثالث ببناء سد اللهون رقم با يتكون هرم سقارة المدرج من نقط مصاطب ثلاث أربع خمس ست أحسنت يتكون هرم سقارة المدرج من ست مصاطب رقم جيم بناء الملك أمنمحات الثالث معبدا كبيرا واسعا سمي بقصر مقط الجوهرة أم أتيه أم عبدين أم البارون أحسنت بناء الملك أمنمحات الثالث معبدا كبيرا واسعا سمي بقصر التيه رقم دال أرسلت الملك حجه بسوت بعثه تجارية إلى بلاد مقط في نقية أم بونت أم النوبة أم السودان أحسنت أرسلت الملك حجه بسوت بعثه تجارية إلى بلاد بونت السؤال الثالث اختر علامة صواب أو علامة خطأ رقم ألف تقتصر الحضارة المصرية على بناء الأهرامات الكبيرة أحسنت لأن الحضارة المصرية لم تقتصر على بناء الأهرامات الكبيرة رقم باء رقم باء اهتم المجتمع المصري قديما بالمرأة كأم وكمالكة أحسنت فعلا اهتم المجتمع المصر القديم بالمرأة كأم وكمالكة رقم جيم لقب رمسيس الثاني ببطل الحرب والسلام وكذلك الرئيس محمد أنور السادات السؤال الرابع من قام بهذه الأعمال رقم ألف اتخذ من طيبة عاصمة للبلاد أحسنت فعلا الملك منتحت بالثاني رقم باء أمر بنحت تمثال أبو الهول أحسنت الملك خفرع رقم جيم قبائل بدوية أسيوية نجحت في احتلال شمال مصر أحسنت هم قبائل الهكسوس